هذا وأشهد حضور اللقاء بأهمية ما تناوله من شرح الموسعين للخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية والمهام الوطنية النبيلة وسبل التعاون والتشارك في تحقيقها مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج المزيد في التقرير التالي نحو تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين وزارة الداخلية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين جاء هذا اللقاء برعاية معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وبحضور سعادة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حيث عقد عدد من اللقاءات الحوارية التي اجتملت على إحاطة قيمة من قبل كبار المسؤولين بوزارة الداخلية لسفراء البحرين في الخارج بداية ودينا نرفع التهاني إلى وزارة الخارجية رئيس سعارة وزير الخارجية وكذلك أصحاب معالي السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية اليوم شرفونا والتقينها بهم اللقاء الحقيقة مهم جدا وهذه مبادرة متميزة تعطيبنا فرصة كجهات في الجهاز التنفيذي في وزارة الداخلية أن نحن نلتقي برؤساء البعثات الدبلوماسية نتبالل معهم الأفكار ننظر في الفرص الموجودة متاحة لنا التحديات لأمامنا ونعمل على حلها والاستفادة منها بقدر الأمكان يوم معالي سيدي معالي سيد الداخلية تكلم في كلمته وتكلم عن أهمية هذا اللقاء أيضا وتكلم عن توجهات وزارة الداخلية وكون البعثات الدبلوماسية لنا هي في تقريبا الخط الأول عندنا في استراتيجيتنا الأمنية فهم معنيين بكثير من الأمور التي مطلوب منهم أن يكونوا فاعلين فيها إن شاء الله وهم دائما الحمد لله هم داعمين وفاعلين في هذا المجال اليوم هذه الفرصة يمكن فرصة لنا جميعا أن نتأطر هذه العمل ويكون هناك توحيد مفاهيم وتكون هناك توجه خلنا نقول مشترك بينا جميعا اهتمام كبير أبداه سفراء مملكة البحرين بما تضمنته اللقاءات من موضوعات شاملة تسهم في تسريع وتيرة العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية وتحقيق الأهداف العليا لمملكة البحرين والتي جاءت على همش الاحتفاء باليوم الدبلوماسي حقيقة أهمية هذا اللقاء يأتي في توقيت جدا مهم وهو انتهاء الحكومة من وضع برنامجها للأعوام القادمة وفرصة ذهبية للتقاء بأعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج ليطلعهم على آخر مستجدات خطط وبرامج الوزارة للأعوام القادمة كذلك فرصة ذهبية نبين لهم أهمية الدول اللي محتاجين أن نفتح قنوات اتصال معها أو نعزز العلاقات الخارجية معها فكل الشكر لوزارة الخارجية وعلى رأسهم سعادة وزير الخارجية على هذه المبادرة بعقد ملتقة دبلوماسي سنوي ومبارك لهم جميع باحتفالهم باليوم الدبلوماسي اللي صادف الـ 14 من يناير من كل عام فهنيا للجميع وشرف لنا نلتقي معاه لقد كان لنا شرف اليوم في لقاء معالي وزير الداخلية وعدد من مسؤولين وزارة الداخلية هذا اللقاء حقيقة شكل علامة مضيئة ضمن فعاليات الملتقة الدبلوماسي الذي تقيمه وزارة الخارجية بحضور أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج كان حديث حقيقة غني جدا بتعزيز مجالات التعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية ونتطلع بإذن الله إلى تعاون أوثق من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية مملكة البحرين في تحقيق مصالحها الخارجية إن شاء الله خبرات متراكمة ومنجزات متلاحقة تتعاون في تحقيقها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها بما يحقق تطلعات المملكة ومصالحها العليا سعيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون والتنسيق المشترك والبناء بين جهود وزارة الداخلية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج جاء هذا اللقاء ليؤكد على الدور المحوري لرؤساء البعثات الدبلوماسية في تحقيق المصالح العليا بشكل ناجع لمملكة البحرين في الخارج يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين